والتحدي كان أن يشير لي بعبارة واحدة لا لبس فيها أنت كمسلم هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ ليس في آخر الكتاب إنه في الوسط فمفهوم أن المسيح هو ابن الله وبطرس هل تصدق هذا؟ توماس هو الله؟ لا توماس هو الله؟ لا لماذا لا يستطيع المسلمين فهم أن المسيح هو الله؟ ساعده لو سمحت أعطي الكتاب المقدس أنا أتحدث من ذاكرتي إنه يقول أنا وأبي واحد إنه يروي آية من الكتاب المقدس الذي يؤمن به لدي في مكتبي 250 نسخة مختلفة من الكتاب المقدس لكن القرآن واحد مرحباً أولاً وقبل كل شيء يجب أن أقول أني أعرفك منذ فترة ولدي أخت مسلمة في مكان ما هنا بين الحشد وهي ترسل لي محاضراتك وأنا أستمع إليها ويجب أن أقول أنه لشرف كبير أن أكون هنا أولاً قبل أن أطرح أسئلتي يجب أن أضع أساساً ويجب أن أسألك سؤالاً أنت كمسلم هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ الأخ طرح السؤال هل أؤمن بالكتاب المقدس؟ لا أنا لا أؤمن به وأنا أؤمن بالوحي الأصل الذي أنزل على يسوع لا أؤمن بالكتاب المقدس الحالي والذي هو الإنجيل الكتاب المقدس الحالي حسب علماء المسيحية ليس هو الإنجيل الأصلي هناك 24 ألف مخطوطة للكتاب المقدس الحالي ولا يوجد إثنتين متطابقتين فكيف أؤمن بالكتاب المقدس الحالي؟ لأنه لا يحتوي كلام الله بل هو خليط منه يحتوي على جزءا من كلام الله وجزءا لكلمات يسوع المسيح وبعض الأجزاء لكلمات المؤرخين لذا فإن هذا الكتاب المقدس الحالي عبارة عن خليط بعض الأجزاء هي كلام الله والتي تتوافق مع القرآن وليس لدي مشكلة في الموافقة على أنها كلام الله التي تتفق مع القرآن والتي ضد القرآن فلا أستطيع أن أصدقه وأنا لا أعتقد أنك درست الكتاب المقدس ربما لا تعلم أن هناك 24 ألف مخطوطة للكتاب المقدس أنا درست الكتاب المقدس ولا أعرف نسختين متطابقتين هناك الكثير من إصدارات الكتاب المقدس نسخة الملك جيمس والنسخة الدولية الجديدة والنسخة القياسية الأمريكية والنسخة القياسية المنقحة لدي في مكتبي 250 نسخة مختلفة من الكتاب المقدس لكن القرآن واحد فقط واحد باللغة العربية قد يكون هناك ترجمة مختلفة ولكن الكتاب المقدس نسخ مختلفة العديد من النسخ هل هذا واضح؟ وهل هذا ينطبق على العهدين القديم والجديد؟ بالطبع كلاهما لذا سؤال التالي هو مفهوم أن المسيح ابن الله وأيضا مفهوم أن المسيح هو الله وبالنسبة لنا كمسيحيين إنه في الواقع من السهل جدا فهمه وقد تساءلت لفترة طويلة لماذا من السهل أن نفهم مفهوم أن المسيح هو ابن الله وأن المسيح هو الله بالنسبة لنا كمسيحيين كان علينا من السهل أن نؤمن به لأننا حصلنا على معرفتنا بهذا المفهوم من الكتاب المقدس فلماذا لا يستطيع المسلمين فهم أن المسيح هو الله سأل الأخ سؤالا أنهم فهموا وعرفوا من خلال الكتاب المقدس أن عيسى هو إله فلماذا لا يؤمن المسلمين بأنه إله هذا هو سؤالك نعم أخي أقول لك أني ذكرت ذلك بوضوح في جلسة الإجابة على الأسئلة وفي المحاضرة لماذا لا يؤمن المسلم أن عيسى إله ولماذا يؤمن المسيحيين بذلك وأنا أفهم الكتاب المقدس جيدا وأنا لا أتحدث نيابة عن المسلمين الآخرين لقد درست الكتاب المقدس المسيح لم يقل في أي موضع في الكتاب المقدس أنا إله وأخبرت أنه لا توجد عبارة واحدة لا لبس فيها في أي مكان في الكتاب المقدس يقول فيها المسيح عيسى عليه السلام أنا إله أو اعبدوني إذا كنت أنت يا أخي يمكنك الإشارة إلى آية واحدة من الكتاب المقدس يقول فيها عيسى عليه السلام أنا إله أو اعبدوني أنا مستعد لقبول المسيحية آية واحدة فقط قال الأخ في ثلاثة مواضع ثلاثة مواضع ادعى فيها يسوع أنه إله والتحدي الذي طرحته أنه لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس يقول فيها عيسى عليه السلام أنا إله أو اعبدوني هل هذا يعني أنه إله؟ لا ليس إلها هل هذا يعني أنه إله؟ لا إنه يقول أنا وأبي واحد والتحدي كان أن يشير لي بعبارة واحدة لا لبس فيها يقول فيها المسيح عليه السلام أنا إله أو اعبدوني يقول لي الأخ أن يسوع قال أنا وأبي واحد هل هذا يعني أنه إله؟ أنا وأبي واحد هل تعرف أين تقع هذه الآية في الكتاب المقدس هل تعلم أين يقال في الكتاب المقدس أنا وأبي واحد هل تعلم موضع الآية في الكتاب المقدس أجب نعم أو لا ربما تكون هل تعرف المرجع أين يقول عيسى عليه السلام أنا وأبي واحد يمكنني التحقق من ذلك لا هل تعرف المرجع أم لا لا أعرف أنا سأساعدك ساعدني من فضلك ماذا أقول ساعدني من فضلك حسنا ما اقتبسته هو في إنجيل يوحنى إنجيل يوحنى الإصحاح العاشر العدد الثلاثون إنه يروي آية من الكتاب المقدس الذي يؤمن به وأنا أقول له المرجع ألا يجب أن تشكرني؟ من الذي يشتهد؟ أنا أم أنت؟ أنت تعطيني الإشارة وأنا أعطيك الاقتباس من الذي يكافح أكثر؟ أنا أم أنت؟ من الذي يقوم بالكثير من البحث؟ حسنا ما هو السياق؟ السياق في إنجيل يوحنى الإصحاح العاشر العدد الثلاثون عليك أن تقرأ سبع آيات من قبل كما تعلمون أن الأخ سابق حاول تضليلنا بالاقتباس من خارج السياق الأخ الذي جاء قبل قليل كان يحاول التضليل بالاقتباس خارج السياق والآن سأقتبس لكم السياق كاملا وهو إنجيل يوحنى يمكنك فتح الكتاب المقدس والتحقق لأنني سأتحدث من ذهني تحقق مما إذا كنت سأقول بشكل صحيح أدي كتاب مقدس في الحقيبة الخاصة به حسنا نحصل عليه ساعده لو سمحت أعطي الكتاب المقدس أنا أتحدث من ذاكرتي إذن السياق في إنجيل يوحنى الإصحاح العاشر العدد الثالث والعشرون وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان العدد الرابع والعشرون فاحطاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح قل لنا جهرا تحقق إنجيل يوحنى الإصحاح العاشر العدد الثالث والعشرون والرابع والعشرون الإصحاح العاشر الإصحاح العاشر الإصحاح العاشر العدد الثلاثون أنا وأبي واحد ليس في آخر الكتاب إنه في الوسط هذا هو الإصحاح العاشر شكرا لك ماذا؟ مئة بالمئة صحيح مئة بالمئة جيد جدا والآن سأبدأ من العدد الثالث والعشرون سبع عداد إلى الوراء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان الرابع والعشرون فاحطاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا صحيح؟ نعم خمسة وعشرون أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي ستة وعشرون ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي سبعة وعشرون خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني ثمانية وعشرون وأنا أعطيها حياة بدية ولن تهلك أبدا ولا يخطفها أحد من يدي تسعة وعشرون أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي العدد الثلاثون أنا والأب واحد وهنا يتحدث عن قصد واحد ولن يستطيع أحد فعل أي شيء مثله إلا بتأييد من الله وهذا يعني أن المسيح عليه السلام كان يتحدث عن الحقيقة إذا كان أبي طبيبا وأنا طبيبا فهل هذا يعني أننا متشاركون؟ لا في المهنة نحن واحد هو طبيب وأنا طبيب هو يطبب الناس وأنا أطبب الناس هذا لا يعني أني أنا وأبي واحد هل فهمت؟ والدي طبيب وأنا طبيب وأنا وأبي واحد انظر إلى السياق لا يمكن لأحد أن ينتزعها من يدي السياق في الآية الثامنة والعشرون لا يستطيع الإنسان أن يخطفها من يدي العدد التاسع والعشرون ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي أنا وأبي واحد إذا قلت أن هذا يعني في الواقع واحد للحجة قلنا واحد ففي إنجيل يحنى الإصحاح السابع عشر العدد الواحد والعشرون ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الأب فييا وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا وهو يقصد الرسل الاثني عشر وإذا كنت تفهم ذلك حرفيا فيجب أن يكون هناك أربعة عشر إلها افتح الإنجيل يحنى الإصحاح السابع عشر الآية الثالثة والعشرون يقول يسوع أنا فيهم وأنت فيي ليكونوا مكملين إلى واحد لماذا تقول ثلاثة آلهة لذلك هذا الواحد لا يعني واحد ككيان إنما واحد في الهدف لذلك كان الله نفس الهدف ما علمه ليسوع المسيح كان نفس الغرض وما اتبعه الرسل الاثنى عشر نفس الغرض مستحيل أن يكون هناك أربعة عشر إلها ومن هذا نعرف أنه لا يعني كيانا واحدا بل إنهم يحملون نفس الهدف سأكمل السياق العدد الواحد والثلاثون فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه الآية الثانية والثلاثون تحقق إنجيل يحنى الإصحاح العاشر العدد الثاني والثلاثون أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عندي أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني ثلاثة وثلاثون أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها اليهود يقولون أننا نريد أن نرجمك لأنك رجل وتريد أن تجعل نفسك إلها وهذا يعني أنهم يسيئون الفهم بأنه ادعى الألوهية مثلما أنت تسيئ الفهم الآن ولم أسمع في حياتي أي كنيسة أو أي مسيحي يقول ذلك أن هناك أربعة عشر إلها وإذا كانت أنا وأبي واحد تعني أنه إله فيجب أن يكون هناك أربعة عشر إلها كل الرسل هم الله حتى توماس وبطرس هل تصدق هذا؟ توماس هو الله؟ لا لأن يسوع قال أنا الأب فيي وأنا فيكم وقال للرسل الاثنى عشر أنا فيكم ونحن واحد اقرأ السياق أين يقول واحد؟ إذا كنت تقصد حقا أنا وأبي واحد فعليك أن تقول أنا والأب واثنى عشر رسولا واحدا وهذا يعني أنهم واحد في الغرض أنني أريد انتظر من فضلك انتظر من فضلك لا تلقي خطابا أنا أعطيك المرجع فقط استمع إلى الإجابة من فضلك يا سيدي هناك مرجع آخر من رآني قد رأى الأب قال أن يسوع يقول من رآني فقد رأى الأب أليس هذا ما قلت؟ نعم هذا هو أنا سأعطيك الإجابة عن هذا هل تعرف المرجع؟ المرجع هل تعرف المرجع؟ نعم ما هو المرجع؟ المرجع لا أعرفه أرجوك ساعدني هو لا يعرف المرجع هو يخبرني بالآية ويقول أن يسوع هو الله بالنسبة له ولا يعرف المرجع من الإنجيل في إنجيل يوحنى الإصحاح الرابع عشر العدد التاسع تأكد تأكد ما هو الإصحاح؟ إنجيل يوحنى الإصحاح الرابع عشر العدد التاسع هل يقول ذلك أم لا؟ السياق السابع والثامن والتاسع نعم جيد ما هو السياق؟ السياق السياق يبدأ من الآية الأولى في إنجيل يوحنى الإصحاح الرابع عشر العدد الأول لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي العدد الثاني في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا ثلاثة وإن أمضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي أربعة وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق خمسة قال له تماس لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق فيقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بيه هذا العدد السادس نعم وهذه أحد الطرق التي يقول بها المبشرين المسيحيين لا يقولون أنا هو الطريق يقولون ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بيه كل رسولا في وقته كان طريق الحق والحياة لا يأتي أحد إلى الله القدير إلا من خلال رسولا في زمنه موسى كان الطريق الحقيقي والحياة لم يؤمن أحد إلى الله إلا من خلال تعاليم موسى وفي زمن يسوع كان الطريق الحقيقي والحياة لم يأتي أحد إلى الله إلا من خلال تعاليم يسوع هل هذا يعني أنه أصبح إله؟ وفي زمن النبي محمد النبي محمد هو الطريق التي يأتي بها أحد إلى الله كل الناس اهتدوا إلى الله من خلال الأنبياء وفي الآية التاسعة يقول الذي رآني فقد رأى الأب ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه العدد السابع نعم صحيح ويعني من اليوم تعرفون أبي لأنكم عرفتموني هذا يعني وفقا للكتاب المقدس المعرفة فهمت نعم ثم يقول أي شخص رآني فقد رأى الأب وفي السياق تعني أنه من رآني فقد رأى الحقيقة ومن عرفني فقد عرف الأب الإله القدير نفس الشيء إذا كنت تعرف موسى فأنت تعرف الله وإذا رأيت موسى فأنت رأيت الله أي رأيت الحقيقة وإذا عرفت النبي محمد فأنت تعرف الله هكذا معنى السياق وهذا لا يعني أنه إله والمرجع الثالث حيث يقول أنا البداية والنهاية المرجع الثالث حيث يقول يسوع أنا الألف والياء ويقولون معناه لا بداية ولا نهاية الكتاب المقدس يقول أن يسوع ولد في إستبل في بيت لحم هو كانت له بداية إنه تناقض صحيح أم خطأ يسوع لا بداية له ولا نهاية كانت له بداية صحيح أم خطأ صحيح وهذا يعني أنه تناقض هناك تناقض في الكتاب المقدس هو له بداية ونهاية لهذا السبب أقول لك أدرس الكتاب المقدس واستمع إلى مقاطع الفيديو الخاصة بي وسوف تأتي إلى الحقيقة السؤال التالي من الإخوة شكرا